موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة وننفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم أنفخ في الصور أعلم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قال الإمام أبو جعفر محمد بن جلير الطبري رحمه الله هذا تنبيه من الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم على حجته على مشرك قومه من عبدة الأوثان يقول له تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأنداد والآمرين لك باتباع دينهم وعبادة الأصنام معهم أندعوا من دون الله حجرا أو خشبا لا يقدر على نفعنا أو ضرنا فنخصه بالعبادة دون الله وندعوا عبادة الذي بيده الضر والنفع والحياة والموت إن كنتم تعقلون فتميزون بين الخير والشر فلا شك أنكم تعلمون أن خدمة ما يرتج نفعه ويرهب ضره أحق أو لا من خدمة من لا يرجى نفعه ولا يخشى ضره نادرا ما يستعمل ابن جليل رحمه الله لفظ الخدمة موضع العبادة إن كان هذا مشهورا عند المتصوفة يعني من نقل عنهم إلا أنه لا يكاد يستعمله هنا خدمة بمعنى عبادة من يرتج نفعه وما بمعنى من وهذا من أعظم الأدلة في الرد على عبدة القبور الذين يعبدون الأموات الذين لم يملكوا لأنفسهم دفع ضر المرض والموت عن أنفسهم حتى ماتوا ولم يملكوا حياة ولا يملكون شيئا فهم يعتقدون أنهم يدبرون الكون ويدرون وينفعون ويعطون المدد نعوذ بالله ونصوص القرآن صريحة في أنه لا تجوز دعاء ولا عبادة ما لا ينفع ولا يضر وأن الله وحده هو النافع الضار وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا فهو على كل شيء قدير وإن يردك بخير فلا راد لفضله وهذه الآية قل أن أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا فإن اعتقدوا أن قبرهم وأصحابها ينفعون أو يضرون فقد كذبوا القرآن واشركوا في الربوغية إضافة إلى شركهم في الإلهية فإن إقرار المشركين أن الأوثان لا تنفع ولا تضر كان أحسن من اعتقاد من ينفع أن المقامات وأصحابها ينفعون أو يضرون نعوذ بالله من الضلال وإن كان من يزعمون ذلك يقولون إنها تنفع وتضر بإذن الله وذلك لا يغني عنهم شيئا فإن المشركين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك فقولهم ملكته وما ملك مثل قولهم يخلقون بإذن الله وينفعون بإذن الله ويضرون بإذن الله على الغيب فلذلك لم يكفهم أن يضيفوا بإذن الله كما لم يكفي المشركين ولم ينفع المشركين أن يقولوا ملكته وما ملك نسأل الله العافية قال ابن جريل وقوله ونرد على أعقابنا يقول ونرد على أدبارنا فنرجع القهقرى خلفنا لم نظهر بحاجتنا وقد بينا معنى الرد على العقب هي أصل معناها إنه بيرجع بظهره وأن العرب تقول لكل طالب حاجة لم يظفر بها رد على أعقبيه فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع وإنما يراد به في هذا الموضع ونرد من الإسلام إلى الكفر بعد إذ هدان الله فوفقنا له فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان يهوي في الأرض حيران وقوله استهوته استفعلته من قول القائل هوى فلان إلى كذا يهوي إليه ومن قول الله تعالى ذكره فاجعل أفئذة من الناس تهوي إليهم بمعنى تنزع إليهم وتريدهم وبالتالي تسير إليهم وأما حيران فإنه فعلان من قول القائل قد حار فلان في الطريق فهو يحار فيه حيرة وحيران وحيرورة وذلك إذا ضل فلم يهتدي للمحجة واستقامة السبيل وذلك إذا ضل فلم يهتدي للمحجة له أصحاب يدعونه إلى الهدى يقول لهذا الحيران الذي قد استهوته الشياطين في الأرض استهوته جعلته يهوى السير هنا وبعدين يهوى السير في الناعية الأخرى ويريد السير هنا ويريد السير هنا ويتردد والشياطين تضله وليذول له قال له أصحاب يدعونه إلى الهدى يقول لهذا الحيران الذي قد استهوته الشياطين في الأرض أصحاب على المحجة واستقامة السبيل يدعونه إلى المحجة محجة الطريق الذي يوصل يدعونه إلى المحجة لطريق الهدى الذي هم عليه يقولون له ائتنا وأترك قال ائتنا وترك إجراءه حيران لأنه فعلان ترك إجراءه يعني له منع من الصرف ممنوع من الصرف يعني حيران ما تبقيتش حيرانا لأنه فعلان وكل اسم كان على فعلان على وزن فعلان مما أنثاه فعل الذي مؤنثه فعل حير عطشان وعطش جوعان وجوع لبأسماء ممنوع من الصرف قال وكل اسم كان على فعلان مما أنثاه فعل فإنه لا يجرى في كلام العرب في معرفة ولا نكرة لا يجرى يعني لا يصرف ممنوع من الصرف هذا مثل ضربه الله تعالى لمن كفر بالله بعد إيمانه فاتبع الشياطين من أهل الشرك بالله وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال إسلامه المقيمون على الدين الحق يدعونه إلى الهدى الذي هم عليه الذي هم عليه مقيمون والصواب الذي هم به مستمسكون وهو له مفارق وعنه زائل يقولون له ائتنا فكن معنا على استقامة وهدى وهو يأبى ذلك ويتبع دواعي الشيطان ويعبد الآلهة والأوثن وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل وخالف في ذلك جماعة ذكر من قال ذلك مثل ما قلنا عن السدي قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قال قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى ذكره قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا هذه الآلهة ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله فيكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريقة فضل الطريقة فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريقة فجعلوا يدعونه إليهم يقولون اتنا فإنا على الطريقة فأبى أن يأتيهم فذلك مثل من يتبعكم بعد المعرفة بعد المعرفة بمحمد صلى الله ومحمد الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام عن ابن عباس قوله أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا قال هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها وللدعاءة الذين يدعون إلى الله كمثل رجل ضل عن الطريقة إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريقة وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريقة فإن اتبع الداعية الأول انطلق به حتى يرقعه في الهلكة يعني الداعي الأول يقول له هلم إلى الطريق ذول الشياطين التي تدعو إلى عبادة غير الله قال وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان يقولون مثل من يعبدها لهذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الهلكة والندام نعوذ بالله إذا مثل الأصنام أو صفتها أنها لا تنفع ولا تضر ما لا ينفعنا ولا يضرنا الذي استهوته الشياطين التي تقنعه الشياطين أنه يسير في طريق الهدى وتوقع في إرادته وتوسوس له حتى يهوى أن يسير في طريق باطل حتى يصل إلى وادي مهلك وضياع أو يهلك من العطش لأن الشياطين أضلته واستهوته جعلته يهوى السير في خلاف الحق يظن أنه على الحق نعوذ بالله قال وقوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض وهم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه واسم جده فيتبعها فيرى أنه في شيء ويصبح وقد ألقته في الهلكة وربما أكلته أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك فيها يهلك فيها عطشا فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل مسألة الغول بيأكل إزاي يعني نبقى ما أكلته الغيلان لو أن هذه الشياطين تصورت في صورة صورة حيوان مثلا فإنها تأخذ حكم ذلك الحيوان هذا الغول الذي إذا صار في شيء مثلا كصورة وحوش مثلا لو قتله إنسان على تلك الحل لمات الشيطان نعم حديث صحيح اللي هو أين حديث الذي أن فتن من الأنصار كان أثناء غزوة الخندق حديث الزواج كان يختلف إلى أهله فراجع إلى أهله استأدن النبي صلى الله وراجع إلى أهله زوجته فوجدها خارج البيت فرفع الحربة يعني غيرة كيف تخرج بدون إذنه فقالت له لا تفعل شيئا حتى تنظر ما في الداخل فدخل فوجد حية هائلة فانتظمها بالحربة فاضطربت عليه فلا يدرى أيهما أسرعوا هلاكا هل فتأ أم الحية إلى اتنين نتو فأخبر النبي صلى الله أن بالمدينة جدا أسلموا فلا يعني تقتلوا شيئا منها حتى تنذروه ثلاثا فإن بدى لكم بعد ثلاث فاقتلوا إنه بالمدينة جدا فأمر بالإيذان التحريج أحرج عليكم أن لا تظهروا لنا الغرض لما أخذت شكل الشيطان الجن ده الجن عموما ليس الجن المسلم أو غير المسلم أخذ شكل الحية فضرب بالحربة فميت وهي قتلت ذلك لألفت عن قتاد استهوته الشياطين في الأرض قال أضلته في الأرض حيران عن مجاهد في قول ما لا ينفعنا ولا يضلنا قال الأوثان عن مجاهد قوله في قول الله تعالى استهوته الشياطين في الأرض حيران قال رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق كذلك مثل من يضل بعد إذ هدي المجاهد حيران هذا مثل ضربه الله للكافر يقول الكافر حيران يدعوه المسلم إلى الهدى فلا يجيب اسمهم كده معظم الملحدين والكفر لا أدريين كل حاجة لا أدري لا أدري حيران فأنا مش عارف عن قتاة قرأ قوله قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرونا حتى بلغ لنسلم لرب العالمين قال علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم يخاصمون بها أهل الضلالة دا القول الأول وسأذكر الثاني بعد ذلك قولوا قولي هذا واستغفر الله ريول الله